كشف تقرير قانوني روماني الأساليب المتكررة للتحايل القطري أمام المحاكم الدولية ومن بينها عمليات تزوير الوثائق وأشار التقرير إلى أن قطر كررت أساليبها العبثية في قضية النزاع الحدودية بين الصومال وكينيا وأكيدا دعم الدوحة للصومال بفريق قانوني من بينهم متخصصون في رسم الخرائط عملية قضائية معيبة هكذا وصفت الحكومة الكينية الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية وقالت إنه تحيز متأصل لصالح الصومال وذلك في قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين هذه الحادثة أعادت للأذهان ما صدر من ذات المحكمة بشان القضية الحدودية بين البحرين وقطر حيث ذكر تقرير قانوني عبر موقع روماني متخصص في القانون الدولي أن عملية التحكيم الأخيرة أظهرت أن دولة قطر تحايلت مجددا على المحكمة الدولية وذكر التقرير الروماني أن هناك أوجه تشابه متعددة وأساليب متكررة استخدمتها قطر في قضية الصومال وكينيا بدعم الموقف الصومالي بفريق قانوني من بينهم متخصصون في رسم خرائط الحدود مستذكرا حجم التدخل القطري في الصومال من خلال حركة الشباب الإرهابية ولكشف التلاعب القطري المتجدد استشهد التقرير بواقعة التزوير القطرية أمام محكمة العدل الدولية في قضية كانت قد رفعتها قطر ضد الإمارات عام 2017 حيث كشف محامول إمارات وثيقتين مزورتين قدمتها قطر لهيئة المحكمة وهنا يستذكر الحادثة الشهيرة حينما زورت قطر أكثر من ثمانين وثيقة للحصول على الأراضي والبحار والاستفادة من مواردها من الغاز والنفط وهو ما لا يزال يحدث حتى اليوم هذا التقرير الروماني يعكس اهتماما قانونيا دوليا بضرورة تحقيق العدالة في قضية نزاع دولية وهو ما لم يتحقق على ما يبدو في المسألة البحرينية القطرية علما بأن القانون الدولي والاتفاقيات المعنية بالحدود البحرية تستقيم تماما مع مطالبات مملكة البحرين هذا إلى جانب الوقائع التاريخية والشواهد التي تقف لجانب البحرين دائما فالعدالة لا تقدم الحقيقة دائما لكن الحقيقة ستوفر العدالة بشكل دائم